أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يتجدد لقاؤنا بكم أحبتنا الكرام ضمن درس جديد متجدد واليوم سنتكلم عن درس اختص به الإمام ورش دون سائر الرواة أو دون سائر القراء وهو باب اللامات سنتكلم عن حكم اللام الواقعة في لفظ الجلالة ولفظ الجلالة أعني به لفظ اللهم والله ثم نتكلم عن اللام الواقعة خارج لفظ الجلالة وقبل هذا يشدر التنبيه إلى أن العلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في أصل اللام هل هي التغليض أم الترقيق بعضهم قال التغليض وبعضهم قال الترقيق والذي عليه العمل ورجحه كثير من أهل العلم أن الأصل في اللام الواقعة في لفظ الجلالة التغليض لم يكن معهودا عند العرب أنهم كانوا يلفظون اللام مرققة في لفظ الجلالة إلا لسبب كما سنرى أما اللام خارج لفظ الجلالة فالأصل فيها الترقيق والذي كان فاشيا في لغة العرب هو أنهم كانوا يرققون اللام الواقعة خارج لفظ الجلالة سنبدأ بأول حكم وهو اللام في لفظ الجلالة اللام في لفظ الجلالة تغلظ إذا وقع قبلها حرف مضموم أو مفتوح مثل قوله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين أو قبلها حرف مفتوح مثل قوله عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون وترقق اللام خارج لفظ الجلالة أو عفوا ترقق اللام في لفظ الجلالة إذا وقع قبلها حرف مكسور سواء كان هذا الكسر متصلا أو منفصلا وسواء كان هذا الكسر أصليا أو عارضا مثل قوله عز وجل لله بسم الله قل اللهم هنا الكسر عارض كما تلاحظون قل مجزومة اللام ساكنة التقاء ساكنين كسر الأول فأصبح لفظ الجلالة مسبوقا بكسر أو قوله عز وجل قل هو الله أحدون لله الصمد كذلك التقاء ساكنين كسر الأول كسرا عارضا هذا بالنسبة لي هذا بالنسبة لي اللام في لفظ الجلالة نتكلم عن اللام خارج لفظ الجلالة غلظ ورش رحمه الله اللام خارج لفظ الجلالة عند اجتماع ثلاثة شروط أقول ثلاث شروط مجتمعة يعني هذه ليست حالات ليست الحالة الأولى أو الحالة الثانية أو الثالثة لا وإنما عند اجتماع الشروط كلها يغلظ ورش رحمه الله اللام خارج لفظ الجلالة الشرط الأول أن تكون اللام مفتوحة الشرط الثاني أن تكون اللام مسبوقة بإحدى الأحرف الثلاث صاد أو طاء أو ضاء والشرط الثالث أن تكون هذه الأحرف التي ذكرناها الثلاث إما ساكنة وإما مفتوحة نأخذ أمثلة على ذلك مع الصاد مثلا مع حرف الصاد المفتوح المثال المشهور في القرآن الكريم الأكثر تداولا الصلاة صلواتك نأخذ مثال مع الصاد الساكنة يصلا يصلاها ثم نأخذ مثال مع الطاء المفتوحة أطلق مرتان فانطلق أطلع الغيب نأخذ مثال مع الطاء الساكنة مثلا وهو مثال واحد في القرآن الكريم في سورة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر ثم نأخذ مثال مع الطاء المفتوحة إِلَّا مَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَمَا ظَلَمُونَ ثم نأخذ مثال مع اللام الساكنة أو الضاء الساكنة وَمَنَ ظَلَمُوا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا إذن هذه شروط تغليظ اللام إذا إن عدم شرط من هذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها فيكون الحكم حينها للترقيق فيه استثناءات وردت على هذه القاعدة وما رد هذه الاستثناءات هو اختلال ركن من أركان التغليظ عندما أقول اختلال ركن بمعنى أن الركن متوافر وغير متوافر في نفس الوقت كيف يكون هذا فيه بعض الكلمات في القرآن الكريم توافر فيها الركن رسما وضبطا وأصلا ولم يتوافر فيها الركن لفظا طيب سنرى كيف أن نختل الركن الأول من أركان التغليظ وهو أن تكون اللام مفتوح أن تكون اللام مفتوح وسنرى كيف اختل أيضا الركن الثاني من أركان التغليظ وهو أن يقع بين وهو أن تكون اللام مسبوقة بإحدى الأحرف الثلاثة التي ذكرناها صاد أو طاء أو ضاء نبدأ باختلال الركن الأول وهو أن تكون اللام مفتوح فيه بعض الكلمات في القرآن الكريم لو وقفنا عليها لذهب الفتح وحل محله السكون العارض مثل قوله عز وجل أن يوصل هذه مغلظة وصلا لتوافر الشروط أما وقفا فنقف بالسكون وبالتالي اختل ركن اللام المفتوح إذن هذه نعنوينها بالوقف على اللام المتطرفة بالسكون العارض الوقف على اللام المتطرفة بالسكون العارض وسأذكر الكلمات التي وقعت في القرآن الكريم حصرا أولا قول الله عز وجل في صورة البقرة الآية 26 أن يوصل وموضعين أيضا في الرعد نفس الكلمة يوصل الآية 23 و 26 بصورة الرعد أيضا في صورة البقرة الآية 247 فلما فصل طالوت ثم صورة الأنعام الآية 120 وقد فصل لكم ما حرم عليكم ثم تأتينا صورة الأعراف الآية 117 وبطل ما كانوا يعملون ثم صورة صاد الآية 19 وفصل الخطاب ثم موضعيني في صورة النحل الآية 26 وصورة الزخرف الآية 16 ظل وجهه مسودة هذه الكلمات التي ذكرناها فيها الوجهان التغليض والترقيق التغليض اعتدادا بالأصل أنها مفتوحة والترقيق اعتدادا بالسكون العارض الذي وقفنا عليه والتغليض مقدما هو المقدم عفوا التغليض هو المقدم أداءا اعتدادا بأصلها الفتح فتقرأ على النحو التالي أن يوصل هذا التغليض ثم الترقيق أن يوصل فلما فصل فصل وقد فصل وقد فصل وبطل وبطل وفصل وفصل الخطاب تحصوه الفساد وفصل أو الترقيق وفصل ظل ظل وجهه أو ظل مرقق والتغليض مقدم أداء فيه أيضا ما زلنا دائما مع اختلال الركن الأول وهو أن تكون اللام مفتوح فيه بعض الكلمات في القرآن الكريم ورد فيها التقليل أو ما يصطلح عليه بالإمالة الصغرى والتقليل كما هو معلوم هو انتقاص من الفتح وجنوح إلى الكسر الإمالة هو أن ينحو القارئ بالفتحة نحو الكسرة وبالألف المدية نحو الياء المدية فهذه الكلمات فيها انتقاص من الفتح يعني ليس فتح خالص هذا جنوح أو ميلان أو ميون إلى الكسر وورش رحمه الله كما سنرى في مذهبي أو كما سنرى في باب الفتح والإمالة سيأتينا لاحقا إن شاء الله عز وجل له كلمات يقللها وجها واحدا كونها وقعت رأس آية وله كلمات له فيها الوجهين الفتح والتقليل فورش رحمه الله ما قلّله وجها واحدا يتعين ترقيق لامه وجها واحدا وما ذكر فيه الوجهين الفتح والتقليل يتعين فيه التغليض تبعا للفتح والترقيق تبعا للتقليل نذكر هذه الكلمات تباعا فأما الكلمات التي فيها التقليل وجها واحدا وبالتالي الترقيق ترقيق اللام وجها واحدا قوله عز وجل في صورة القيام فلا صدق ولا صل وفي صورة الأعلى وذكر اسم ربه فصل وفي صورة العلقة عبد إذا صل هذه الكلمات تقلل وجها واحدا تقلل وجها واحدا وبالتالي ترقق قولامها وجها واحدا تباعا للتقليل فيه كلمات أخرى لم تقع رأس آية وارش رحمه الله ذكر فيها الفتحة والتقليل وبالتالي يترتب عليه امتباعا التغليض والترقيق قوله عز وجل في صورة البقرة مما قام إبراهيم مصلى أو مصلى ثانيا في صورة الإسرائي والليل يصلاها أو يصليها يصليها أيضا في صورة الإنشقاق ويصلى سعيرا أو ويصلي سعيرا في صورة الأعلى الذي يصلى النار الكبرى طيب هذه وصلا تغلض اللام وجها واحدا أما إذا وقف عليها فيوقف عليها بوجهين الفتح والتقليل يسري معهما التغليض والترقيق اختباعا تصلى نارا حامية في صورة الغاشية سيصلى نارا ذات لهب أو سيصلي نارا ذات لهب ومثلها صورة الغاشية تصلي أو تصلى والتغليض هو المقدم أداءا في مثل هذه الكلمات وليس له علاقة بمد البدل سواء قرعنا بقصر أو بتوسط أو بطول البدل نأتي إلى اختلال الركن الثاني والركن الثاني كما أسلفنا هو أن يحول أو هو أن تكون اللام مسبوقة بإحدى الأحرف الثلاث صاد أو طاء أو ضاء فيه بعض الكلمات حال بين اللام وأحرفها حاجز وهو الألف فبعض العلماء اعتد به وقالوا هذا حرف وبالتالي افتقدنا لشرط أن تكون اللام مسبوقة بإحدى الأحرف الثلاث وبعضهم قال هذا لا يعتد به لأنه مجرد مد وصوته تابع لصوت ما قبله وهذا ما وقع في القرآن الكريم في ثلاث ألفاظ قوله عز وجل فإن أراد فصالا فإن أراد فصالا أيضا أي الصالح وأيضا أفطال عليكم العهد أو حتى طال عليهم العمر عليهم العمر أو فطال عليهم لمد فطال عليهم لمد فهذه الكلمات فيها الوجهان التغليض والترقيق أقول مثلا في صالا أو في صالا طال طال أو يصالح أو يصالح وتحرر مع مد البدل على النحو التالي إذا قرأنا بقصر البدل يتعين الترقيق وجها واحدا في هذه الكلمات الترقيق وجها واحدا ليقرأ بقصر البدل مذهبه قصر البدل يتعين عليه الترقيق طال وجها واحدا الذي يقرأ بتوسط أو طول البدل له في هذه الكلمات الثلاث الوجهان التغليض والترقيق والتغليض هو المقدم أداء طيب نأخذ بعض التطبيقات على هذا الباب تتلو علينا القارئة أمنية روي بح من صورة القدر فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَا كَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِ شَهْرٌ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرِ سَلَامٌ هِي سَلَامٌ هِي حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ بُورِكَ فِيكِي يتلو علينا القارئ نصر الدين نعناع متى يسر من صورة البينة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة وذلك دين القيمة حسبك جزاك الله خيرا بورك فيكم جميعا هذا والله أعلم وأجل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك